ياهاب زي محمد قال دي مريم وجوده في المباراة كان anthofaggjNj نحن ومعرتبشal المباراة لقبالها مفاداش المباراة لقبالها بالتالي كان وجوده مفجأة وخروجه pulse اه هو مكنش محتوط في التشكيلة يقدر تقارير قبل المباراة انه دخل التشكيلة قبل ساعة تقريبا يعني التشكيلة مكنش هو محتوط كان كونيا هيلعب اساسى ومحتوط في التشكيلة غيّر سكلوني ليونيل سكلوني غير التشكيل ونزل المفاجأة على بطل المباراة المباراة النهاردة باختصار أنا أقدر أسميها مباراة ميسي وامبابيه مش مباراة مدربين ولا مباراة لعبين هي باختصار مباراة النجمين الكبار أوي ميسي وامبابيه هم دول أبرز حاجة في مباراة ده جاب جنين وده جاب تلاتة ماشوا فرقتهم اللي اتنين جرين فرقتين أنا أسف أن أقول الفرقتين ضعف يعني الإسكواجات هنا وهنا رغم قوة الإسكواجات الفرنسي ولكن في المباراة النهائية فرنسا ظهرت فريق ضعيف فريق. فرنسا ظهرت عاجة نزري كالعادة وهو الناحية الدفاعية السيئة جدا 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 للمن���خب الفرنسي. عاجة نوزري. بالضبط. دينبلي مش قادر فيش بصص. ضينبلي للمباراة تانية عاكبته مش النهار ده بس. المباراة تانية عاكبته للمستوى سايء جدا بعد ما كان ب Mountial بشكل كويس وكله بيشيت به المباراة اللي فاتت قدام المغرب كان مش موجود تقريباً خالص والمغرب تلاعب كتير بالمنتخب الفرنسي ولعب بالمنتخب الفرنسي حتى جريزمان الرجل اللي بيعمل هجمات كان بيلعب في قلب منطقته وقدام الجوم بتاعه بيطلع هجمات فكان المنتخب الفرنسي زي ما حالا قلت دافع أول في الملعب بس كان ليه شكل هجومي يعني أول دوري الأول اللي ما شوفناه شوفناه بيسجل أهداف كتير ومنتخب بيهاج ومنتخب بيلعب بشكل جايز ده ما ظهرش في آخر المباراتين اللي شال الفرقة في آخر المباراتين بالذات فهو مبابين مبابين نهارده بيعمل أرقام خرافية يثبت أنه لاعب هيئب أسطوري ممكن يحطم كل الأرقام في كاس العام ممكن يحطم من السهل جداً يعني السنين يجاية حطم رقم كلوزة الهدف التاريخي لبطول الكاس العام وخلاص هو بقى 12 هدف دلعات إيجاب تلات 8 واربعة وصل 12 هدف حالياً فخلاص بينه وبين 16 هدف بتوع كلوزة أربع هداف لعيب بيسجل الكوكفية وعمل رقم تاريخي كمان هو النهارده الهاتريك ده تاني هاتريك في التاريخ في نهاية كاس العالم بعد جيف هورست في 66 مع منتخب إنجلترا فهو النهارده المطش كان أبرز ما فيه عنوان المبارادي ميسي ومبابين حي